على إثر حادث الإنهيار الترابي على مزار ديني الذي وقع في محافظة كربلاء جنوب العراق تم انتشال جثتين إضافيتين لرجل ومرأة من تحت الركام من طرف فرق الإنقاذ العراقية وأفاد الدفاع المدني أن العدد الإجمالي لضحايا الإنهيار وصل إلى سبعة في حين تتواصل أعمال الإنقاذ منذ السبت المنصرم بعدما انهارت تلة ترابية على مزار الإمام علي الواقع على بعد 25 كم غرب مدينة كربلاء وذلك بسبب الرطوبة المرتفعة في الصخور وفقا للسلطات أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق تتوافد باستمرار لزيارة المزار الديني لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع